السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم بعنوان السيرة الغيرية طيب يعني ايه السيرة غيرية؟ قالك السيرة الغيرية هي فن ادبي يسرد فيه الكاتب حياة شخص اخر والاحداث التي عاصرها ومر بها بدء من ولادته وصولا الى وفاته يبا انا هحكي في السيرة الغيرية عن حياة شخص اخر ماشي واحكي كل الاحداث اللي حصلت في حياته واصرت فيه من اول ولادته الى وفاته طيب عناصرها السيرة الغيرية دي بدأ يقولي ان من ضمن العناصر بتاعت السيرة الغيرية بيبدأ معاها بالمقدمة والمقدمة دي تعد تمهيداً للكتابة عن الشخص المراد الكتابة عنه كمان بدأ يقول لي تاني عنصر عندي نشأة وطفولة ودي بتشمل تفاصيل من أول بداية حياته تالت واحدة صراعات وتحديات ودي بتشمل الصراعات التي دخل فيها وعقبات كتير واجهته في حياته تالت عنصر عندي أو رابع عنصر إنجازات تتضمن الإنجازات التي حققها في أثناء حياته العنصر البعض كده أثر وتأثر قال لك بيشمل التأثير الذي طرقه الشخص بين خلال إنجازاته وفي الآخر الخاتمة ودي بتلخص أهم جوانب حياته وشخصيته طب تعالي ناخد كده نموذج نطبق عليه في البداية كده بيقول لي إيه اقرأ السيرة الغيرية التالية ثم حللها في البطاقات طب بيقول لي إيه الرافعي من قلب المحن إلى قمة الأدب العربي بدأ يقول لي في السيرة الغيرية في سماء الأدب العربي تتقلق نجوم كثيرة إلا أن هناك نجما ساطعا يلفت الأنظار بديائه إنه مصطفى صادق الرافعي هذا الأديب الفز الذي ولد في أول من يناير عام 1880 في قرية باتيم بمحافظة القليوبية في مصر نشع الرافعي في كنف أسرة سورية الأصل وعرفت بالعلم والأدب وكان والده الشيخ عبد الرازق الرافعي قاضيا في المحاكم الشرعية الإسلامية وفي منزل العائلة كانت هناك مكتبة غنية ساعدت على تنمية شغفه المبكر بالقراءة والأدب وقد تلقى لرافعي تعليمه الأولي في مدرسة بضمنهور وأظهر أن ذاكى تفوقا ملحوظا في دراسة اللغة العربية والعلوم الدينية لكن القدر خبأ له تحديا كبيرا ففي طفولته أصيب بمرض التيفوت الذي أقعده عدة شهور في سريره وخرج من هذا المرض مصابا في أذنيه وظل المرض يزيد عليه عاما بعد عام حتى وصل إلى 30 من عمره وقد فقد سمعه بصورة نهائية إلى أن الرافعي لم يستسلم لمثل تلك التحديات بل استغل وقته في القراءة واستكشاف عوالم الأدب ليصنع من محنته منحة وعلى الصعيد الأدبي خض صراعات أدبية مع أعلام عصره مثل طا حسين وعباس العقاد وسلام موسى ولطف السيد وكانت لهم مواقف قوية ضد محاولات التجديدة التي رأى فيها تهديدا لأصالة الأدب العربي مما جعله يتعرض لهاجمات من أنصار التجديد طيق الرافعي أصرا أو إرسا أدبيا سريا يشهد على عبقريته وتفرده ومن أبرز مؤلفاته كتاب وحي القلم الذي يعد من روائع النسر العربي وكتاب تاريخ آداب العرب وكتاب إعجاز الكرآن والبلاغة النبوية والذي استعرض فيه الجوانب البلاغية والأدبية في الكرآن الكريم مزبتا إعجازه وفي مجال الشعر أصدر الرافعي ديوانه الأول عام 1903 وحظى بإشادة كبيرة من شعراء عصره كان لمصطفى صادق الرافعي تأثير عميق على الأدب العربي الحديث إذ كان شاعرا وكاتبا بارعا وكان أحد أبرز المدافعين عن اللغة العربية وقد أثرت أعمالي في جيل كامل من الأدباء والشعراء الذين جاءوا من بعده مثل توفيق الحكيم والعقات رحل مصطفى صادق الرافعي عن عالمنا في العاشر من مايو 1937 تاركا وراءه إرسا أدبيا خالدا وقد كان الرافعي مثالا للأديب الذي تمسق بقيامه الأدبية والثقافية رغم كل التحديات وصنع للنفسي مكان رفيع في تاريخ الأدب العربي رغم إعاقاته السمعية طيب أنا كده قرأت معيكم السيرة الغيرية بتاعت مصطفى صادق الرافعي كاملة تعالوا نبتدي بقى نبتدي نحللها في بطاقات على حسب عناصر السيرة الغيرية تعالوا نشوف التحديات بتاعنا طبعا أول حاجة عندي المقدمة في سماو الأدب العربي تتألق نجوم كثيرة ألا أن هناك نجما ساطعا يلفط الأنظار بضيائه إنه مصطفى صادق الرافعي هذا الأديب والفز الذي ولد في الأول من يناير عام 1880 في قرية بهتيم بمحافظة القليوبية في مصر نشأ الرافعي في كنف أسرة سورية الأصل عرفت بالعلم والأدب كان والده الشيخ عبد الرازق الرافعي قاضيا في المحاكم الشرعية الإسلامية وفي منزل العائلة كانت هناك مكتبة غنية ساعدت على تنمية شغفيه المبكر بالقراءة والأدب وقد تلقى الرافعي تعليمه الأولي في مدرسة دمانهور وأظهر آنذاك تفوقا ملحوظا في دراسة اللغة العربية والعلوم الدينية بعد كده نشأه طفولة يلي لكن القدر خبأ له تحديا كبيرا ففي طفولته أصيب بمرض التيفوت الذي أقعده عدة شهور في سريره وخرج من هذا المرض مصابا في أذنيه وظل المرض يزيد عليه عاما بعد عام حتى وصل إلى الثلاثين من عمره وقد فقد سمعيه بصورة نهائية إلا أن الرافعي لم يستسلم لمثل تلك التحديات بل استغل وقته في القراءة واستكشاف عوالم الأدب ليصنع من محنته منحة بعد كده صراعات وتحديات وعلى الصعيد الأدبي خاض صراعات أدبية مع أعلام عصر يعني مشاهير عصر مثل طا حسين وعباس العقاد وسلام موسى ولطفي السيد وكانت له مواقف قوية ضد محاولات التجديدة التي رأى فيها تهديدا لأصالة الأدب العربي مما جعله يتعرض لهجمات من أنصار التجديد إنجازات بل ترك الرافعي إرثا أدبيا ثريا يشهد على عبقريته وتفرده ومن أبرز مؤلفاته كتاب وحي القلم الذي يعد من رواء النثر العربي وكتاب تاريخ آداب العرب وكتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية الذي استعرض فيه الجوانب البلاغية والأدبية في القرآن الكريم مثبتا إعجازيه مثبتا عفوا إعجازيه وفي مجال الشعر أصدر الرافعي ديوانه الأول عام 1903 وحظى بإشادات كبيرة من شعراء عصره أصل وتأثير كان لمصطفى صادق الرافعي تأثير عميق على الأدب العربي الحديث إذ كان شاعرا وكاتبا بارعا وكان أحد أبرز المدافعين عن اللغة العربية وقد أثرت أعماله في جيل كامل من الأدباء والشعراء الذين جاءوا بعده مستطوفيق الحكيم والعقوت الخاتمة رحل مصطفى صادق الرافعي عن عالمنا في العاشر من مايو عام 1937 ميلاديا تاركا وراءه إرثا أدبيا خالدا وقد كان الرافعي مثالا للأديب الذي تمسك بقيمه الأدبية الثقافية رغم كل التحديات وصنع لنفسه مكان رفيع في تاريخ الأدب العربي رغم إعاقته السمعية طيب بعد كده سؤال متفوقين أكتب سيرة غيرية مستعينا بالمعلومات الآتية عن محمود سامي البارودي طيب أول حاجة يعد محمود سامي البارودي الذي لقب برب السيف والقلم أحد أبرز رواد النهضة في القرن التاسع عشر نشأ البارودي في أسرة نبيلة ذات أصول شركسية كان والده من كبار القادة العسكريين واجه تحديات عديدة في حياته بدء من فقدان والده في سن مبكرة ورغم الصعوبات حقق عديد من الإنجازات بارزة في مجالي الأدب والسياسة كان البارودي تأثير عميق على الشعر في الحياة السياسية ورحل عن عالمنا عام 1904 فكر كده فيك هذه السيرة وكيفية كتابتها ومنتظرين إجابتكم في التعليقات على الفيديو وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة